الزميل فلاح المشحل يقول أن عبد الكريم قاسم لم يكن هو من أمر بقتل العائلة الملكية بل كان غاضبا لهذا الحدث الإجرامي الذي قام به ضباط ضابط أرعن ومندفع بتأييد من عبد السلام عارف الذي اشترك مع عبد الكريم قاسم بالثورة وقرأ بيان الثورة الأول أما المؤرخ وأستاذ التاريخ المعاصر في جامعة المنصل الأستاذ إبراهيم العلاف فيقول إنه في صبيحة الاثنين 14 تموز 1958 حاصرت ضباط الأحرار قصر الرحاب وكانت القوات المهاجمة أضعف وأقل قدرة وتسليحا من قوات الحرس الملكي بكثير إلا أن الوصي عبد الإله كان يرغب في ترك العراق والتنازل الملك فيصل الثاني عن العرش لذلك رفض أن يعطي الأوامر للعقيد الركن طاه البامرني آمر الحرس الملكي بإطلاق النار على المهاجمين ويضيف يقول إن عبد الإله أراد مفاوضة ضباط الثورة من أجل السماح له بمغادرة العراق حيث خرج ومعه الملك فيصل الثاني والملك نفيسة والأميرة هيام إلى الشرفة وانطلقت بعض الرصاصات من ورائهم إلا أن الوضع المتوتر وخشية القوة المهاجمة من العواقب أدى إلى إزدار الضابط عبدالستار العبوسي أوامره بإطلاق النار على الملك والوصي والعائلة المالكة بمن فيهم النساء فسقطوا مدرجين بدمائهم إلا الأميرة هيام التي أصيبت أما عن مجازل الموصل وكر كوك في 1959 فإننا أيضا لا نملك دليلا قاطعا على أن الزعيم عبدالكريم قاسم كان هو المخطط والآمر بتلك المجازل وقد ثبت أن أطرافا حزبية فوضوية غير حكومية وغير تابعة لسلطة الزعيم هي التي قامت بها وقد سارع الزعيم إلى استمكارها وأحال القائمين بها إلى القضاء والخلاصة أن مجموعة الذين أعدموا في عهد الزعيم عبدالكريم قاسم فقط هم شهداء قصر الرحاب وشهداء أم الطبول فقط لا غير ترجمة نانسي قنقر